بسم الله الرحمن الرحيم مع حضرتكم أستاذ يسر محمد نجيب من مدرسة جريفة الخاصة لغات في الفيديو له هنتناول أحد المصادر الرسمية المقترحة وهو موقع وزارة البيئة وزارة البيئة المصرية بتدخل عليها عن طريق الرابط www.eeaa.gov.eg إزاي يقدر استفيد من وزارة البيئة في جمع المعلومات الخاصة البحسي لو أنت بتعمل بحث عن البيئة أو لو أنت بتعمل بحث عن التغيرات اللي ممكن تأثر عن البيئة لو أنت بتعمل بحث عن التوعية البيئية تقدر بأنك تستفيد من المعلومات الوردة هنا على سبيل المثال عندك حملات زي اتحضر للأخضر يبدأ تعرف عليها عندك حملات للتوعية البيئية وأدلة استرشادية تقدر بأنك تفتحها وتتعرف عليها هتلاقي مواضيع بيئية زي الهواء زي المياه زي حماية الطبيعة الإدارة البيئية المخالفات موضوعات عامة طيب إزاي نقدر نستفيد من الكلام ده الابتداء مثلا عندهم موضوع من موضوعات عن المياه فتقدر بأنك تستفيد منه في البحث وتبدأ أنك تشوف إيه هي الحاجات اللي موجودة في المياه وتقدر أنك تفتح كل موضوع فتبدأ أنك تشوف إيه الأفكار اللي موجودة الأفكار اللي موجودة هنا كلها مصدر رسمي وبالتالي هي محل سيقن في المعلومات بتاعتها طيب إيه الإجراءات اللي بتقوم بيها الدولة في حماية البيئة هتلاقي كل الكلام ده موجود عندك سواء بقى في محميات في تشجير في الطاقة في مجال التنمية البيئية في الاقتصاد الأخضر كل المعلومات دي هتلاقيها واللي هي معلومات رائعة إنك تستفيد منها ومن المهمة جدا إنك تستفيد منها لو أنت اخترت موضوع البيئة أو موضوع المياه أو أي موضوع من الموضوع اللي موجود عندك في مجموعة من التقارير اللي أنت ممكن تستخدمها برضو للاستفادة منها بحالة إحصائية تقرير حالة البيئة لو أنت بسيت على التقرير ده وبسيت على التقرير ده في سنوات سابقة تقدر برضو بأنك تستخدم بيانات إحصائية زي البيانات اللي احنا عرضناها في الفيديو بتاع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء طيب هدخل على الجزء الخاص بالتوعية البيئية طيب تدويل المخالفات الزراعية الركن الأخضر استفيد منهم إزاي طيب أنا دلوقتي مثلا في إحدى السنوات طلب منهم بأنه اعرض لإيه الإشكاليات اللي بتتعرض على الإشكاليات اللي بتتعرض لها البيئة إشكالية من الإشكاليات مشكلة أشر الرز طيب أشر الرز بعد زراعة الرز كلنا بنشوف بعض الفلاحين بيبدأ بقى أنه يحرق مخلفات الرز فاللي هو أشر الرز بتاعه فيبدأ أنه يتسبب في كارسة بيئية عن طريق الدخان ويأذي الكل الناس اللي حواليه طيب إزاي نقدر ندور المخلفات الزراعية ديت بتبدأ الدولة بقى أنا هتعرض لك هنا في وزارة البيئة إزاي تقدر تحل المشكلة ديت بيوفر لك دليل إزاي بتعمل إيه أضرار الحر كل الكلام ده تقدر تستفيد منه في معرفة إيه المشكلات اللي بتمس البيئة بتاعتك في نفس الوقت أنك تقدر أنك تتوقع إيه هي الحلول المقترحة أو أنك تعرف إيه هي الإجراءات الرسمية اللي الدولة بتقودها حاليا للنهوض بالحاجة دي ولحل المشكلات دي على سبيل المثال في مجموعة من الأردلة استرشادية برضو إزاي تقدر تتعامل مع بعض المواد على سبيل المثال دلوقتي مثلا في الوضع الحالي اللي احنا فيه أثناء تسجيل لحظة الفيديو كلنا بنشوف كترة استخدام الكلور في عمليات التعقيم طيب إزاي نقدر نتعامل مع الكلور بتبدأ وزارة البيئة بأنها تديلك برضو نصايح استرشادية بأنك إزاي تقدر تتعامل مع الكلور عشان تحافظ على سلامتك الشخصية في نفس الوقت علشان تقدر بأنك تحافظ على بيئتك فانت مهمة عندنا وفي نفس الوقت البيئة برضو هي كمان مهمة على سبيل المثال هنفتح ونشوف الكتاب الاسترشادي بيبدأ يعرفك على طبيعة مادة الكلور إزاي الكلور المفروض أنك بتستخدمه في إيه إيه الأخطار المحتمل حدوثها نتيجة الكلور بعد كده بيبدأ أنك يديلك خطوات إرشادية علشان تتعامل بأمان مع الحوادث بتاعته أو إزاي تنقل عبوات الكلور بأمان فتبدأ من خلال الكلام ده بأنك تقدر بأنك تستند إلى المعلومات الوردة في كتاب زي ده إنه إيه هي المصادر اللي انت ممكن تعرفها أو إيه هي المعلومات اللي انت ممكن تعرفها علشان حل مشكلة من المشكلات لو أنت بتتكلم عن المياه طبعا عرضنا الجزء ده الخاص بالمياه بعض الأفكار الموجودة بأنك تقدر أنك تستفيد من الخرايط اللي موجودة عندهم والنمازج اللي موجودة عندهم بأنه متوقع أنه يحصل تنبؤات بشكل كذا في الأيام ديت ده استفتاء معمول على الموقع فتقدر بأنك تشوف كم واحد شارك في الاستفتاء ده تقدر تستخدم البيانات ديت كبيانات إحصائية رياضية حصلت هنا ممكن تتعرف على الموضوعات البيئية زي المحميات زي التكنولوجيا الخضراء طبعا أنت عندك التكنولوجيا الخضراء لو أنت موضوعك عن التكنولوجيا تقدر بأنك تستفيد من التنمية البيئية والتكنولوجيا الخضراء فأنت عندك هنا إدارة التنمية البيئية تقدر تشوف إيه هي الإجراءات بتاعتها في نفس الوقت تقدر تشوف التكنولوجيا الخضراء علشان تعرف ازاي تقدر بانك تنمي وتعمل اجهزة تكنولوجية وتعيش في نفس الوقت تقدر بانك تحافظ على المجتمع بتاعك وعلى سلامة البيئة بتاعتك. ده مسلا في الكتيب بتاعهم. ازاي تقدر تحافظ على الموارد وازاي تقدر انك في نفس الوقت المصانع شغالة وكل حاجة شغالة. ولكن بنحافظ على بيئتنا وما بنضرها عاش. هسيب حضراتكم مع الموقع ده كمصدر من مصادر المعلومات. طبعا عندك الوسائل للتواصل الاجتماعي بتاعته وصفحة اليوتيوب بتاعته بتقدر انك تصفحها. تقدر انك تشوف ايه القوانين المنظمة للبيئة. فتقدر انك تعرف برضو القوانين دي تقدر تستخدمها في ايه الاجراءات اللي الدولة بتقودها? في التعامل مع البيئة او في الحفاظ على البيئة. ازاي هتستخدم الشكل ده? ده ابداعك الشخصي وده آآ كفاءتك. انك تجمع معلومات او اكبر قدر ممكن من المعلومات وبعد كده تطرحها على آآ فريق العمل الخاص بك وتطرحها على استاذك وتشاركه في البحث ده. ازاي? ازاي هتقدر توظف المعلومات اللي انت جمعتها من الموقع ده? دية حرية. ازاي تقدر توظف المعلومات اللي انت جمعتها من الموقع ده? ده امر مطروك ليك وفريق العمل اللي انت اخترته لمشاركيته في البحث بتاعك. بالاضافة الى آآ رأي استاذك اللي انت هتستشيره في الموضوع ده. شكرا لحضراتكم واتمنى لجميع كل التوفيق.